سيأتي يوما مش هنحتاج نوزح حاجة لانه سيأتي يوم مش هيبقى المصريين ان شاء الله يعني ولا هيحتاجوا دعم ولا هيحتاجوا حاجة وهتبقى كل حاجة ان شاء الله ان شاء الله زي الفل وتالت ومتالت احنا بس نشد حلنا حبتين كده ونركز في اشغالنا جامد اوي 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 ونركز في بيوتنا جامد برضو اوي اقولك ليه بقى لان احنا قلنا ما تيجو نعمل سؤال النهاردة فلاقينا انه كل واحد فينا بيبقى له طموحات انت طموحك متعلق بشغلك ولا طموحك متعلق ببيتك عيلتك اسرتك ولا الاتنين يعني مثلا اضربلك مثلا ابسطها لك على رأيه الاستاذ حسن حسن الله يرحمه يا رب ابسطها لك ورد جدا ان يبقى طموحك متعلق بالشغل يعني انا عايز اكبر وترقى وكذا او ان انا عايز اشتغل فترة وهحوش مبلغ وبعدين ابدأ مثلا بيزن الصغير فمتوسط في كبير وربنا يكرم فانت دايما كل اللي شغل دماغك هو الشغل 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 وساعات كتير دي بقى بتبقاش متعلقة بمسألة هوا انت متجاوز ولا مش متجاوز يعني ممكن ده اللي مش متجاوز اقولك طبعا بفكر في شغلي جدا ومعنديش حاجة تانية افكر فيها وفي حد تاني بقى متجاوز بيفكر في شغله جدا اوي خالص من باب انه شغله ونجاحه في شغله بينعكس على بيته أسرته وعيلته اوعى تعمل كده دي نصيحة اوعى تعمل كده ركز في شغلك وما تنساش أسرتك وعيلتك اوعى طيب وفي حد يجي يقولك انا مش فاكر معا مش فاكر معا حاجة خالص والله واهم حاجة بس الدنيا تبقى في التمام والعيال كويسين وابويا وامي حلوين ومراتي زي الفل واخواتي زي الفلين السؤال بقى وده بالمناسبة ده اختيارك سيبك ما اللي انا قلته انا بحاول اشرح السؤال الحلقة اللي هتلاقوه موجود على صفحتنا على فيسبوك طموحك بيتحقق اكتر في البيت ولا في الشغل تاني طموحك بيتحقق اكتر في البيت ولا في الشغل او طموحك بمناسبة يوم المرأة بالمناسبة بيتحقق اكتر في بيتك ولا في شغلك او لويتك بتروح لمين البيت ولا الشغل تفكيرك رايح فين البيت ولا الشغل ده برضو قرارك بالمناسبة ما قدرش اقولك ده اهم من ده ولا ده افضل من ده خالص انت او انت الطموح بيتحقق اكتر في البيت ولا في الشغل اجيبونا اشتركوا في القناة